أهلاً وسهلاً بكل اتنميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطار استعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى لمادة اللغة العربية للمستوى السادس ابتدائي نشوف نموذج للفرض الأول للدورة الأولى مادة اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي بالنسبة لنموذج على شكل بدائف أتلقاه في الوصف إذن نبدأ أول حاجة بالشكل وفهم المقرؤ إذن مراكش عاصمة المغرب قديماً تتميز بأسوارها الأثرية التي أقيمت منذ نشأتها فبعدما أسس يوسف بن تشافين المدينة أقام صور يحيط بالمجد الجامع وبقصبة صغيرة ومن مميزات هذه المدينة القصور الضخمة التي أصبحت ميزة لها ومنها قصر المنصور كما تنتشر بها مساجد عديدة ومن أشهرها جامع الكتبية وببارة عن مبنى ضخم المساحة مستطيل الشكل وتعتبر مئدنته بحق من روائع فن العمارة الإسلامية فمراكش ضلت ولا تزال تمتل جزءاً من الحضارة الكونية من يزورها لن يمل منها وكل ما رحل عنها إلا ويقرر أن يرجع إليها كي يتمتع بمآترها إذن بالنسبة للنص كيهدر على مراكش الحمراء والتي كانت عاصمة قديماً بالنسبة للمغرب وشكن ابنها وأسسها ويوسف بنه تشافين وكي يدر على الجمال ديالها والسحر ديالها إذن هنا ضع عنواناً مناسبة للنص مراكش وسحرها مثلاً أو مراكش المدينة أو مراكش وجمالها إلى آخر مراكش وسحرها مراكش وسحرها إذن عن شو السؤال الثاني يحدد نواية النص بوضع علامة إكس في الخانة المناسبة إذن النص عبارة وش قصة؟ هو ما كيعوش نقصة لأنه كيحكي النعنى يعني قصة تحكي وإنه ما كيحكيش نهناكي هدر نعنى مراكش إذن حوار حوارة بين كيكون سؤال وجواب قصيدة ركيبان شكل ديال القصيدة كيف هي إذن هذه مقالة ثقافية لأنك تضلين على مراكش ومكانتها وسحرها وجمالها إذن عن شو ده بس سؤال ثالث إيسي بخريطة كلمة رحلة إذن ممكن قول خريطة الكلمة كنحدد النوع ديالها وش فعل ولا إسم كنحدد المرادف ديالها كنجيب واحد المعنى ديالها من بعد كنحدد واحد الكلمة ضدها من بعد كنكونها في جملة إذن رحلة نوعها ماذا؟ فعل نوعها فعل مرادف وممكن قول رحلة مثلا سافرة أو مثلا غادرة إذن أعمل لكم غادرة سافرة ممكن قولوا سافرة ضدها غادرة ضدها استقرة يعني ضدها غادر المكان إذن استقرة في المكان إذن استقرة استقرة أو بقية إذن هنايا في جملة إذن هنا عاركب رحلة رحل رحل كريمو إلى فرنسا أو إلى مثلا شيء مدينة مثلا إلى طنجة رحل إلى طنجة رحل كريمو إلى فرنسا إذن عمشي من أسس مدينة مراكش إذن بالنسبة رحل في النص رحل عنها إذن وكلما رحل عنها يعني غادرها إذن استقر فيها العكس ديالها مثلا رحل كريمو إلى فرنسا إذن مثلا دعا بعمش في السؤال الرابع إذن هنا يديما الكلمة اللي كعتوليكم تعملوا لها الخريطة كتكون أصلا في النص رحل ممكن تغادرة ممكن تترك المكان سافرة يعني العكس ديالها الضد ديالي يعني بقى في المكان يعني استقر إذن عمشوا السؤال الرابع من أسس مدينة مراكش إذن أسسها يعني أسس أسسها يوسف بن تشفين إذن أسسها أسسها يوسف بن تشفين إذن هو الذي أسس مدينة مراكش إذن أسسها يوسف بن تشفين إذن ننتقل إلى السؤال الخامس ما اسم أشهر مسجد من مراكش هو مسجد الكتبية أو جامع إذن هو جامع الكتبية هو جامع الكتبية هو أشهر مسجد في مراكش إذن هو جامع الكتبية ماذا تمثل مدينة مراكش بالنسبة للكون إذن نرجع النص تمثل جزءا جزء من الحضارة الكونية إذن تمثل جزءا من الحضارة الكونية إذن عمشو السؤال السابع أشكل إذن نرجع ونشكل النص إذن عندنا هنا وتعتبر مئدنته بحق إذن من روائع فني فني ماذا؟ فني العمارة الإسلامية الإسلامية فمراكش ضلت ولا تزال تماثل جزءا من الحضارة الكونية إذن هنا نعطي كونية من يأزورها لن يمل منها وكلما رحل عنها إلا ويقرر أن يرجع إليها كي يتمتع بمآترها إذن عملنا الشكل إذن ده بنا نكملوا الأسئلة ونشيوا الصرف والتحويل إذن بالنسبة صرف والتحويل أدرج كل فعل في مكانه المناسب إذن عندنا الفعل مهموز مضاعف هذا الفعل صحيح إذن الفعل صحيح هو ما سلمت حروفه من حروف العلة وهي الوا والألف واليا بالنسبة المهموز كتكون فيه ألف همزة بالنسبة المضاعف كيكون فيه شدة تضعيف والسالم هو ما كيكون فيه لا تضعيف لا ألف همزة إذن عندنا كتبه فهو إذن سالم إذن عندنا كتبه ف سالم كتبه عمشيوا الفعل الثاني يأمر رجعوا الماضي ديما مكيكون رجعوا الماضي بشرف أمار فيه ألف همزة إذن فهو مهموز يأمر يأمر عندنا قرأة قرأة كذلك مهموز فيه ألف همزة قرأة قرأة إذن عمشي دبه عدة بالنسبة لعدة إذن فهو فيه تضعيف إذن فهو مضاعف إذن عدة عنشي اعترف إذن اعترف إذن هنا بالنسبة لإعترف فهو فعل إذن وش فيه ألف همزة مفيش فيه المضاعف يعني مفيش تضعيف إذن اعترف إذن اعترف أو اعترف فهو فعل مهموز أو مضاعف أو سالم إذن على حساب إذن بالنسبة لإعترف أخصنا نضجعه حيث هذا مزيد خاصنا نرجع الأصل دياله اللي هو عرفه إذن هذا فعل سالم إذن اعترف عنشيو يبدأ رجع الماضي بدأ إذن فهو فعل في ألف همزة إذن فهو فعل مهموز إذن نكسبوه هنايا يبدأ عنشيو إذن هنايا حضر إذن حضر فهو إذن فعل في تضعيف إذن فهو فعل مضعف حضر حضر عنشيو صافحة صافحة إذن صافحة إذن فهو فعل سالم إذن عنكسبوه هنايا صافحة عامشيو سبب أو سبب إذن سبب مزيد إذن نرجعنا الأصل دياله سبب إذن سبب إذن فهو مضعف إذن سبب إذن عنشو دب السؤال إذن هنا سبب كنت ضعيف حضر وعد إذن عنشو دب السؤال الثاني استخرج الأفعال من الأسماء الآتية وبين نوعها إذن قراءة إذن عندنا قراءة الفعل هو قرأة إذن قرأة قرأة بالنسبة للقرأة فهو فعل كيف هو مهموز إذن نكتبه هنا يا مهموز إذن سماع إذن سمع سمع إذن فهو فعل سالم فعل سالم مرور مرة بالنسبة للمرة كما كتشفوا فيه شدة تضعيف فهو فعل مضاعف سؤال سألة إذن مدم سألة ألف همزة إذن فهو مهموز إذن عدد عد إذن كما كتشفوا تضعيف إذن فهو مضاعف إذن عمشو السؤال إذن هناك نخرج للفعل قراءة مهموز سمع سالم حيث ما فيه لألف همزة لا تضعيف مرة إذن مضاعف فيه تضعيف سألة فيه ألف همزة فهو مهموز عد فيه تضعيف فهو مضاعف إذن عمشو السؤال الثالث إملأ الجدول التالي عسب المطلوب إذن عنا هنا عنا الفعل أنا مثلا دهب في الماضي عنا حولوا الأنت أنتما أنتم إذن من نسبة الفعل ما فيش حرف العيلة ما سهل إذن دهب إذن أقولنا بالنسبة لدهب أشنع عنا في النسبة لدهبة أشنع نقول أنت دهبت وأنتما دهبتما وأنتم دهبتم إذن إذن دب وثقة أنت ولكن مضارع إذن أنت تطيق أنت تطيق مضارع كي يكون مبني على الضم أنتما تطيقاني أنتما تطيقون تطيقون دهب الأمر بالنسبة لأمر إنه فعل قالة وهذا فعل معتل إذن أشنع نقوله في أنت قل قل أنتما قل قل كي يكون هنا يعني هنا هنا مبني على هنا بحد في النون كنقوله قول وبالنسبة كذلك فأنتم عن قل 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 إذن هنا عنا النون قل إذن دهبت ذهبتما ذهبتم تطيق تطيقاني تطيقون قل قل قوله إذن عمشون تقلوا إلى السؤال دي التراكيب أو أسئلة التراكيب إذن استخرج من النص ثلاث جمل فيها أدوات نصب المضارع وضعها في الترسيمة إذن أرجعنا النص عندنا بالنسبة نخرج أفعال فيها أدوات النصب إذن بالنسبة الأفعال اللي عنخرجه نرجع النص إذن سنرجع إلى النص ونخرجه أفعال يعني فيها حروف النص لأن حروف النص باشنو كدخل على الفعل مضارع وعواد ما يكون مبني على الضم كيواللي منصوب إذن أن نكتبوهم إذن علمنا الجملة لن لن يملى إذن لن يملى يملى لن يملى منها فيه نوع حرف النصب هو لن لن فيه نوع المضارع المنصوب يملى يملى إذن عمشوا جملة أخرى أن يرجع إليها أن يرجع يرجع إليها إذن أن يرجع إليها حرف النصب هو أن إذن الفعل المنصوب أو المضارع يرجع أن يرجع عمشوا جملة الثالثة كي يتمتع كي ي ت متع يتمتع كي يتمتع حرف النصب هو كي والفعل مضارع المنصوب يتمتع فتح في الأخر إذن لن يملى أن يرجع كي يتمتع إذن أمشوا السؤال الثاني ضع النصب المناسب إذن مكان الفرغ يعني بالشكل إذن اجتهد كي تنجح كي تن جح كتبلي فتح في الأخر ينبغي أن ينبغي أن تركز إلى مصدر إذن ما كي يكون عندي في هذا الشكل هذا أن أقرأ أن حول المصدر وكي يشرح الدرس أن حول المصدر هذا كي تسم تأويل إذن كنا أولك لحول المصدر أريد أن أقرأ الكتاب أريد ماذا قراءة الكتب قراءة هنا أتول لي مفعول به قراءة الكتب نعم وقف الأستاذ كي يشرح الدرس وقف الأستاذ لشرح الدرس إذن وقف وقف الأستاذ لماذا لشرح الدرس لشرح لشرح هنا مجرور ندخلوا لها لشرح الدرس نعم إذن دعم شو ده بس سؤال الرابع هنا دعم كان الفراح حرف الجزم المناسب إما لم لما لم إلى آخره إذن هنا بالنسبة الجزم لن يتخلف عن موعد الامتحان ولم يتخلف عمله أحسن لم يتخلف لم يتخلف عن موعد الامتحان إذن شفنا هنا حرف في النصف وكتدخل على الفعل المدارع كيواللي منصوب بالفتحة في الأخر بالنسبة لحرف الجزم كتدخل على الفعل المدارع كيواللي مزون بالسكون في الأخر إذن هنا لما يصل ولم يصل وقت العطلة بعد إذن لم يصل وقت العطلة بعد إذن لم يصل وقت العطلة بعد إذن ذهب القطار ولما يعود إذن لم يرافق الأشرار لم يرافق كان يرافق يعني لم يرافق أو لم يرافق الأشرار إذن أتمم الفراغ بما يناسب عندنا حارف الجسم إذن هنا يفعل الشرط وجواب الشرط إذن شن هو الشرط؟ يعني مثلا عنقول إِن تَشْتَهِد تَنْجَح ِن تَاجْتَةً تَهِّد تَنْجَح بالنسبة لفعل الشرط كيكون خاص دي ما جواب الشرط كيكون مشروط بوحد فعل الأول لكي تسمى فعل الشرط يعني فعل الشرط كيكون فعل الشرط وكيكون وحد جواب دي الشرط إذن خاصك تشتهد باش تنجاح إذن انت اشتهد تنجح إذن هاد فعلا مرتبطا كيف الفعل الشرط والجواب دياله كي تسمى جواب الشرط من ينتبه يفهم إذن من ينتبه يفهم من ينتبه يفهم من ينتبه يفهم إذن تقلو إلى الأسئلة ديال الإملاء إذن بالنسبة للإملاء اكتب إذن هنا الهمزة المناسبة مكان النقاط إذن بالنسبة هنا بالنسبة الأفعال الرباعية كنتكتب بهمزة قطع إذن لهي المصدر بحال أكرامة كنكتبها بهمزة قطع ومساء أكرام المصدر دياله سوف نكتبه بهمزة قطع إذن نشوفه بالنسبة الإملاء إذن بالنسبة الإملاء نحاول نكتب الكلمات إذن عندنا بالنسبة أول حاجة عندنا إسم إذن بالنسبة الإسم فهو بهمزة قطع استخرجة إذن هنا كثير من الرباعي كنكتبوه بهمزة وصل إذن استخرجة كنعملوها إذن هنا أكرمة فعل رباعي إذن همزة ماذا؟ همزة قطع إشفاق كذلك هنا بالنسبة لإشفاق أشفاق فهو رباعي المصدر دياله كذلك إشفاق عايتكسب بهمزة قطع إذن إكرام أكرمة يعني فعل رباعي المصدر دياله إكرام إذن كتكسب بهمزة قطع إذن هنا كان عندنا فعل رباعي بحل أكرمة والمصدر دياله كتكسب بهمزة قطع إذن بالنسبة عندنا إثناني إثناني كتكسب بهمزة ماذا؟ همزة وصل إذن عندنا الساحة إذن هنا معرف إذن هنا كتكسب بهمزة وصل عندنا إلى حروف الجر إلى حروف الجر كتكسب بهمزة ماذا؟ قطع وإن كذلك حرف هناك كتكسب بهمزة قطع هنا بالنسبة الإسمع إسمع أمر بالنسبة الأمر كنتكتب بهمزة ماذا؟ همزة إذن وصل وبالنسبة باش نعبر حيث مكسور كنتكتب بهاك هكذا الفتحة يعني الكسرة ملتاحة كنتكتب الكسرة إسمع إذن بالنسبة السؤال الثاني أكتب أمر الأفعال التالية مع الشكل إذن نكتب الأمر ديالة الأفعال عندنا كتبة إذن شنو عنا عمثة أكتب إذن هذا فعل تولاتي إذن عنا نكتبه بهمزة ماذا؟ همزة وصل اكتب بهذا الشكل اكتب 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 اغلق فعل رباعي اغلق اغلق فمك همزة القطع اغلق اغلق اصعد اغلق اسعد 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 اغلق فمكتب اغلق فمكتب همزة وصل اكتب با اسمع اغلق همزة وصل اغلق اسعد اغلق 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 اسعد 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 تدعو فيها الى زيارة مدينة كطنجة في العطلة الصيفية القادمة مراعيا فيها الاساليب التعبيرية في كتابة الرسالة الشخصية اول حاجة كنت تنقط عليها هي الشكل دي الرسالة يعني معايير كتابة الرسالة ومن بعد يعني المحتوى قال لخمس اسطر اذا هنا شنو كيكون؟ هنا كيكون تاريخ اذا نكتبو مثلا اي مدينة المدينة دي اللي كنتكتبها مثلا مراكش مراكش اذا نكتبو اي تاريخ كما كان نكتبو مثلا واحد وعشرين مثلا حداش مثلا الفين وواحد وعشرين اذا بالنسبة هنا شنو كنكتب؟ نكتب الى ابني عمي فلان مثلا الى ابني عمي قل نكتبها الى ابني عمي كا نكتب الى ابني عمي مثلا كريم مثلا نكتب ماذا؟ تحية طيبة صادقة اذا نكتبو تحية ماذا؟ طيبة صادقة صادقة تحية طيبة صادقة اذا شنو عمي البعد وبعد هذه خاصة تكون ضروري فرسالة فاصلة وبعد يسعدني ماذا؟ يسعدني ان اكتب لك هذه الرسالة لماذا؟ متمنيا متمنيا ماذا؟ يسعدني ان اكتب لك هذه الرسالة متمنيا ان تجدك ان تجدك ان تجدك كيف ان تجدك؟ يعني بخير ان تجدك و افراد اسرتك بخير و افراد اسرتك و افراد اسرتك بألف خير بألف خير ان تجدك و افراد اسرتك في احسن الاحوال او بألف خير اذا هنا ايا بالنسبة انا اعمل النقطة ارجع باش نعمل العرض اذا يسعدني هنا يسعدني يسعدني ان ادعوك ان ماذا؟ ادعوك انت و افراد اسرتك افراد اسرتك لزيارة مدينتي تنجى في العطلة في العطلة للتعرف على المدينة في العطلة للتعرف على المدينة ومعالمها التاريخية ومعالمها التاريخية اذا سالينا العرض مشو الخاتمة اذا تحية طيبة صادقة اكتب هنا وبعد يسعدني ان اكتب لك هذه الرسالة متمنيا ان تجدك و افراد اسرتك بألف خير يسعدني ان ادعوك انت و افراد اسرتك لزيارة مدينة طمجة في العطلة للتعرف على المدينة ومعالمها التاريخية اذا شنو عن كتبه في الخاتمة اذا هنا اتمنى لك ولأسرتك الصحة اذا اتمنى اتمنى لك ولأسرتك ولأسرتك الصحة والعافية الصحة والعافية اذا شنو عنها من هنا شنو نكتب هنا والسلام والسلام وهنا نكتب ابن عمك ابن عمك مثلا فولان ابن عمك اسعد وهنا امضاء اذا هكذا هاي الرسالة سلينها خاصكم تحترموا بعض الرسالة اذا الى ابن عم كريم تحية طيبة صادقة وبعد يسعدني ان اكتب لك هذه الرسالة متمنيا ان تجدك و افراد اسرتك بألف خير يسعدني ان ادعوك انت و افراد اسرتك لزيارة مدينة طمجة في العطلة للتعرف على المدينة و معالمات تاريخية اتمنى لك و لأسرتك الصحة والعافية والسلام ابن عمك اسعد اذا اتمنى ان اكون فتكم شكرا و الى اللقاء